ضحك كثيراً وبكى أكثر نعم ضحك كثيراً وأضحك الآخرين لكنه بكى أكثر وانطبقت عليه مقولة أحد المفكرين الذي قال إن من عانى أعظم الألم تعلم كيف يضحك وأبلغ الضحك ولا غرابة في ذلك لأن الضحك هنا يصبح وسيلة للدفاع عن النفس ضد الموت قهراً وغماً وحزناً ويصبح الإنسان في هذه الحالة ممن قال عنهم المفكر الفرنسي بولتير إنهم يضحكون تفادياً للانتحار ولا بأس بأن يضحك الإنسان دفاعاً عن النفس ضد الاكتئاب ولا بأن يلتمس السلوى والعزاء في جوانب الحياة الأخرى المضيئة أو الأقل إيلاماً بل إن كل منا مطالب في بعض الأحيان بأن يفلسف حياته ويعمل بنصيحة هذا الساخر العظيم سامويل لانجورون كليمنس الذي عرف باسم مارك توين فيتعلم كيف يتألم كما يتألم ممثل في مسرحية الحياة ويتعلم أيضاً بوصفه أحد المشاهدين لهذه المسرحية أن يبتسم لألمه الشخصي تسألني كيف يستطيع الإنسان أن يبتسم لألمه الشخصي الذي يدعوه للبكاء والرثائل النفس فأقول لك إن من الابتسام كذلك ما هو أبلغ تعبيراً عن المرارة من الدموع الساخنة وإن منه ما يمكن أن نسميه بابتسام التسامح مع الحياة كأنما يقول لها الإنسان تعذبت فيك كثيراً وتألمت كثيراً لكني أغفر لك هذا العذاب وآمل في أن تسمح لي الأيام بهدنة قصيرة من الآلام في ختام الرحلة وقبل أن تعزف الموسيقى أناشيد الوداع أو كأن الإنسان يقول للحياة هذه العبارة الدارجة البليغة في حكمتها معلش يا زهر فلابد أن يأتي يوم أجد فيه السعادة والكرامة والأمان فإن لم يجئ هذا اليوم فيكفي الإنسان أنه قد عاش متعلقاً بالأمل فيه صامداً في وجه الرياح ضاحكاً تفادياً للانتحار وباسماً لألمه الشخصي ولآلام الحياة ناظراً إلى الحياة نظرة فيلسوف يرى الدنيا ألعوبة ويرى كل شيء صغيراً وإن بدى للآخرين كبيراً وهكذا فعل هذا الأديب الأمريكي العظيم الذي عاش بين عامي 1835 و 1910 فإذا كانت آلام حياته قد انعكست على سخريته فجعلتها لا ذعة المرارة فلا غرابة في ذلك ولا هو من العدل أن ننتظر منه أن تكون سخريته ناعمة وبهيجة كأنها سخرية شخص خال البال من كل هموم الحياة وإنما الأقرب لطبيعة الأشياء أن تكون سخريته عابسة تثير فينا الابتسام والتأمل وأحياناً للمرارة فإذا ابتسمت لقوله مثلاً إذا تحداك أحد وأراد أن يتضارب معك فاخلع سترتك في بطء متعمداً وأنت تنظر في عينيه في هدوء وتحدي ثم اخلع صدريتك في بطء أشد وأنت تواصل النظر إليه في تحفز ثم شمر عن ساعديك بنفس البطء والهدوء والتحدي فإذا لم يكن خصمك قد فر من أمامك خلال ذلك فالأفضل لك أن تولي الأدبار ناجياً بنفسك فلا سوف تفكر معه أكثر مما تبتسم حين يقول ذلك الفرق بين الإنسان والكلب هو أنك إذا التقطت كلباً يكاد يهلك جوعاً وأطعمته واعتنيت به فلن يعضك هذا الكلب أبداً وإذا فكرت معه في مغزى كلماته السابقة فلا سوف تكتئب قليلاً لسخريته العابسة من الإنسان حين يقول إذا بلغت باب الجنة فاترك كلبك خارجها فدخول الجنة يتم على أساس مبتئ الرحمة ولو كان على غير هذا الأساس لبقيت أنت خارج الباب ودخل هو أو حين تقرأ له هذه العبارة الممرورة يولد الناس ويؤلم بعضهم بعضاً ثم يموتون أو هذه العبارة الأخرى الأكثر مرارة الإنسان حيوان لكنه ليس وحشاً لأنه لا يصل للمستوى الأخلاقي الرفيع للوحوش فالوحش يقتل بدافع الجوع أما الإنسان فيقتل بدافع الحقد ولا عجب في هذه السخرية المريرة العابسة التي أضحك بها ماركتوين قراءة فشغل بعضهم بالضحك عن تأمل فلسفته العميقة في أدبه وأعماله الروائية فلقد ترجم أساه الشخصي حزناً باسماً ساخراً من الحياة والإنسان والأيام وقد شهدت حياته من المآسي الشخصية ما يستحيل معه أن تخلو روحه من المرارة حتى ولو كان قد احترف كتابة الأدب الضحك الساخر فلقد شهد وهو في سن الثانية عشرة موت أخت له وأخ وشاب شعر رأسه مبكراً وهو في الثالثة والعشرين من عمره حين احترق أخ له آخر في انفجار باخرة بنهر الميسيسيبي واشتد ضيقه بالحياة وهو شاب في سن الثلاثين فوجه فوهة مسدسه إلى رأسه لكنه لم يجد في نفسه الشجاعة لشد الزناد فنح المسدس جانباً وقرر كما قال عن نفسه فيما بعد أن يترجم سعادته إلى سخرية مريرة وضحكة من كل شيء في الحياة ولم توفر له حياته الشخصية بعد ذلك مساحة كبيرة للضحك والابتهاج لكنه لم يتوقف رغم ذلك عن السخرية المريرة حتى اللحظة الأخيرة فلقد مات ابنه الأول عقب ولادته وأصيب ابن آخر له بالالتهاب الرأوي بسبب شرود ذهن أبيه عنه وسهوه عن أن يدثره بدثار كاف خلال رحلة سفر قام بها معاً وسقط ابن ثالث له بعربته الصغيرة من فوق قمة تل بين الأحجار فكاد يهلك لو لا أنقذه بعض المارة وحين بدأ يشق طريقه بنجاح في عالم الأدب ورواية وبدأ القراء يعرفون اسمه ويشترون كتبه قام بجولة لإلقاء محاضرات في بعض الجامعات الأمريكية ورجع منها سعيداً بنجاحه فصدم بأن ابنته الجميلة الذكية سوسي قد لقيت وجه ربها خلال سفره في هذه الجولة أما حين تسنم قمة الشهرة والنجاح والثراء المادي وبدأ له أن الحياة قد هادنته أخيراً وقررت أن تمسح بيدها على جراحه فلقد أنضت ابنته جين يوماً كاملاً في الإعداد لحفل الكريسموس وأعدت شجرة عيد الميلاد ولفت الهدايا بأوراق ملونة جميلة وكتبت على كل منها اسم صاحبها ثم قبلت أباها قبلة المساء قبل أن تأوي لفراشها استعداداً ليوم الكريسموس في الصباح التالي ونهض مارك توين من نومه في الصباح مستبشراً بيوم عيد الميلاد فإذا به يصدم بأن ابنته الحبيبة قد فارقت الحياة خلال نومه وأنه قد فاجأتها نوبة صرع شديدة وهي تستحم فقضت عليها ولم ينضع من آخر على هذه المأساة حتى كانت صفحة حياة مارك توين نفسه قد انطوت بكل آلامها وعذاباتها وسخرياتها اللاذعة والمريرة وبقيت لنا فكاهاته الشهيرة ورواياته عميقة المغزاة وفهمت أنا حين قرأت سيرة حياته الشخصية عمق المرارة في بعض عباراته التي كثيراً استوقفتني حين قرأتها في شبابي فأدركت لماذا كان يؤمن مع الحكيم صولمون بأننا لا ينبغي أن نعد أحداً سعيداً حتى يموت وأدركت عمق الأسى في كلمته الشهيرة لا يستطيع السعادة إلا المجانين ولهذا فإن الجنون هو أثمن هبة إلهية للإنسان بعد هبة الموت وأعدت قراءة دعاء الجنود الشهير الذي سخر به أشد السخرية من دمار الحروب ووحشية الإنسان فصاغ دعاء هزلياً يتوجه به الجنود إلى ربهم قبل أن ينهضوا لقتل إخوتهم في البشرية وذكرني هذا الدعاء الساخر بكلمة فولتير القديمة التي يقول فيها إنه حتى اللص فإنه حين يضع المفتاح في الخزانة ليسرق فإنه يقول بسم الله وعلى نفس هذا المبدأ يمضي دعاء الجنود عند مارك توين قائلين ربنا أعنا على تمزيق جنودهم بقنابلنا شديدة الفتك والتدمير وأعنا ربنا على أن نغطي حقولهم المزهرة بأشلاء قتلاهم الوطنيين وأعنا ربنا على تخريب بيوتهم حتى يهيموا على وجوههم مع أطفالهم الصغار الأبرياء بلا مأوى ولا نصير تلحفهم نار الشمس المحرقة صيفاً وتلسعهم الرياح الثلجية شتاءاً فيدعونك ربنا أن ترحمهم بالموت فلا تسعفهم به ورحمة بنا نحن عبادك اللهم اعصف بآمالهم وأثق القطواتهم واروي الطريقة بدموعهم السخيفة ونطخ الثلج الأبيض بالدماء التي تنزف من أقدامهم الجريحة اللهم أجب دعاءنا ولك المجد إلى أبد الآبدين آمين نعم لقد ضحك كثيراً وأضحكنا وأمتعنا أكثر وأكثر لكننا لو تفكرنا قليلاً فيما ضحكنا له من بعض كتاباته لربما ضحكنا أقل وتأمننا الحياة من حولنا أكثر وربما بكينا أيضاً لبعض ما نراه فيها أشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة